مجلس كده وكده مجلس استشاري دائماً القمة في القمة وننسى ما يحصل في القاعدة المدرسة هي أولاً فريق تربوي هي الأساتذة هي الأساتذة هي الفريق التربوي مشكلتنا في الجزائر هو نمات التنظيم الذي ورثناه من ألمانيا الشرقية من ألمانيا الشرقية أخذنا فقط نمات التنظيم لم نأخذ المضمون التربوي فهذا نمات التنظيم ما هو؟ هو أن المشروع يكون في الحزب المشروع يوصغ في الحزب ثم الجميع يصبح منفذ مطبق ومنفذ فهذا المشروع لنجاحه يحتاج إلى شبكة تاع المراقبة هم المفتشين فكرة المفتش لكن هذا هو مبدأ مزارة التربية الوطنية حتى تكون وزارة تراقب أن نفس المضامين نفس المعلومات نفس المناهج تكون في جميع التراب الوطني نعم هذه الفكرة جاءتنا من النمات تاع ألمانيا الشرقية إذن المفتش عندنا ليس المفتش بالمعنى الفرنساوي هنا كان التباسات كثيرة لا تسمح لنا أن نرى الأشياء بوضوح نحن في الضباب فهذا المفتش في ألمانيا الأشياء على الأقل كانت تنجح لماذا؟ لأن في الحزب كانت زبدة النخبة كانت زبدة النخبة فإحنا في الحزب بما أنهم ما كانش عندهم أي مستوى ماذا فعلوا؟ لجأوا إلى مكتب فرنساوي في وزارة الخارجية الفرنسية وأصبحنا لحد اليوم رغم أن الحزب الواحد ربما ما بقاش وإنما أثاره ها هي المرجعية ها هو النص الرسمي ها هو المنهج والمنهج الذي يفرض على الأساتذة اليوم من صاغه من صاغه صاغه موظف موظف تعلونسكو أظن أنه بلجيكي وأنا أسأل الجميع أولا من قرأ هذا المنهج ومن فهمه هذا المنهج يعني أصبحنا في الجزائر لا نعرف أهداف المدرسة هذا الشخص هذا الشخص يقدم شيء في ستين صفحة ولا سبعين صفحة غير واضحة وزارة التربية سيدتي التقينا في عديد المرات بمجموعة من المفتشين الخاصين بهذا المناهج يقول لك أعده خبراء جزائريون ووظفوا فيه كل الشخصية الجزائرية وأنه صحيح تم الاعتماد على ربما أفكار أو اقتباسات من الخارج لكني يقول لك حسب ما حررناه نحن في الجزائر حسب ما وجهناه يؤهدوا يقولون هنا كل شيء مكتوب هنا مع بن بوزيد بن بوزيد يتكلم ويقدم هذا الشخص كأكبر عالم كأكبر عالم وهو كأكبر خبراء خبير كأكبر خبير واليوم انظر نتيجة نحن نصنف يعني نرتب في أسفل السلوم نحن في مرتبة 93 حسب أمم المتحدة لتنمية مرضى المتحدة لتنمية 93 يعني عندنا دول مثل ليبيا مثل تونس مثل كوبا مثل مكسيك هذا أحسن مننا موريتانيا موريتانيا اللي ما عندهاش الاندبلوما ما يعودش سنة أحسن مننا خلينا ما نهيت باختصار فقط باختصار إذن هذا النمط التنظيم يجعل الأستاذ منفذ منفذ فإذا كان هذا هو منفذ ينفذ مشروع من ينفذ هل ينفذ مشروع عالمي لا ينفذ مشروع هذا المغامر نعم أنا أسميه مغامر أسميه بالفرنسية النيونيقرية عندما تقرأه لا تفهم شيء منه ما عنده حتى ما عنده حتى معنا فكيف وهذا مثلا من يريد أن يفتح مدرسة بورل أغريمان كسيتورا لازم يتطبق هذا سيبو خطة هذا في عام حافظ المدرسة الجزائرية نمط التنظيم هو الذي جعل جعل الأستاذ آلة والطفل آلة وكلنا منفذين وكلنا تحت سيطرة هذا الشخص تحت سيطرة هذا الشخص سيبو خطة